اشتركوا في القناة شكراً لكم المكان بالكامل وتم استعارة من الامان النيابة العامة العسكرية والادارة العامة للرفات وتم اليوم بصباح اليوم بمكان الواقع بمسح جميع الاماكن التي فيها مقبر جمعية اللطفي طوفيق المساراتي بدير إدارة البحث على الرفات بالهيئة العامة البحث والتعرف عن المفقودين هو رئيس الفريق طبعاً موجودين هنا بتكليف رسمي من السيد رئيس الهيئة جاءنا وردنا البلاغ يوم أمس من قبل الهلال الأحمر والشباب اليوم تواجدين هنا في المقبرة يقوموا بعملية الاستخراج وغرب التربة للتأكد طبعاً بعد عملية الاستخراج تتم حفظ الجتت في دار الرحمة وبعد ذلك يتم الكشف عليها الطب الشرعي واخذ العينات وتشييزها للدفن طبعاً نحن متوجدين الام في مدينة ترهونة في مقبرة جمعية طبعاً إلى حد الآن تم استخراج عدد 2 جتامين ولا ندري يبدو أن المكان مليء بالجتت توجد مقبرة جمعية أعتقدنا فيها من 10 إلى 12 وأعتقد أنها هي خمسة مواقع وأكثر نحب أن نوضح للأهالي والناس الموجودة هنا بحيث لو وجدت أي جتة لو وجدت أشلاء جتة متفحمة أرجو الاتصال بالبلغات الخاصة بهذه العمل البحث والتعرف sangria ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة